وزيرة الطاقة تؤكد على ضرورة تعزيز امدادات الغاز غير الروسية انخفاض طلبات اللجوء ولم الشمل في النمسا بشكل ملحوظ شباب حزب الحرية يتقدمون بشكوى ضد قانون اللجوء إلى المحكمة الدستورية العثور على جثة امرأة شبه عارية في نهر بالنمسا السفلة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرخيصة منذ عام 2021 استطلاع يكشف انخفاضا حادا في الرضا عن نظام الرعاية الصحية مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونر جيفسلر على ضرورة تعزيز امدادات الغاز الطبيعي غير الروسي بشكل عاجل لضمان أمن الطاقة وأوضحت أن الوزارة تدرس خطة الحكومة لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي مع استمرار تدفقه حاليا دون قيود وحثت جيفسلر الموردين على تنويع مصادر الغاز والتعاون مع دول أخرى مشيرة إلى أن مرافق التخزين ممتلئة بنسبة 77% وخيارات الاستيراد البديلة متاحة عبر ألمانيا وإيطاليا كما أكدت اتخاذ تدابير للتعامل مع أي فشل محتمل في التسليم أظهرت أرقام وزارة الداخلية النمساوية خفاضا ملحوظا في طلبات اللجوء عبر لم الشمل حيث تم تقديم 811 طلبا في أبريل أي أقل ب1374 طلبا مقارنة بشهر يناير وأقل من متوسط الطلبات الشهرية للعام السابق البالغ 1169 طلبا يشكل الأطفال دون سن السابع الفئة الأكبر من المتقدمين والنساء نحو 45% من الطلبات وفي الربع الأول من العام تم تقديم 9173 طلب لجوء بانخفاض 33% عن نفس الفترة من عام 2023 منهم 4840 قصر فيما تظل الجنسية السورية الأكثر طلبا ب5671 طلبا تليها الأفغانية ب933 طلبا قدم شباب حزب الحرية النمساوي شكوى ضد قانون اللجوء إلى المحكمة الدستورية مدعين وجود بنود غير دستورية تنتهك حقوق الأطفال والشباب وذكروا أن التدفق غير المنضبط أدى إلى العنف والكراهية والإرهاب وأن مئات حالات العنف حصلت من قبل المهاجرين وكان معظم الضحايا نمساويين وغالبا أطفالا وشباب واستندت الشكوى إلى واجبات الدولة في حماية الأطفال كما هو منصوص عليه في الدستور ومثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي واتفاقية حقوق الإنسان مؤكدين على الصلة بين العنف والهجرة عثرت شرطة فينر نوشتاد بن نمسا السفل على جثة امرأة شبه عارية في نهر شوارزا ولا تزال هويتها مجهولة وقال المتحدث باسم النيابة إيريش هايبتسل أنه لا يمكن استبعاد حدوث جريمة وسيتم إجراء تشريح للجثة لاحقا واكتشف المارة الجثة حوالي الساعة الرابعة وعشرون دقيقة مساء على ضفة النهر وكانت المرأة ترتدي حمالة الصدر فقط وبسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه لم يتضح ما إذا كانت المرأة قد جرفت إلى النهر وسيكشف التحقيق سبب الوفاة وما إذا كان هناك جريمة كشفت دراسة لغرفة العمل النمساوية آكا أنه على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية إلا أنها لا تزال الأسعار مرتفعة بنسبة 43% منذ سبتمبر عام 2021 وفقا للتقرير انخفضت أسعار أرخص المواد الغذائية بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي في مارس لكنها لا تزال مرتفعة وأظهرت الدراسة على سبعة متاجر في فيينا ارتفاع أسعار المنتجات الفردية بشكل كبير حيث ارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 103% والمعكرونة بنسبة 90% والدقيق بنسبة 88% وارتفع سعر 13 منتجا بنسبة تصل إلى 27% بينما انخفضت أسعار 23 منتجا بنسبة تصل إلى 29% أظهر استطلاع حديث من المنتدى النمساوي للصحة آها إف انخفاضا كبيرا في الرضا عن نظام الرعاية الصحية في النمسا منذ مايو 2020 حيث كان الراضين جدا بنسبة 37% وانخفضت هذه النسبة إلى 9% هذا العام ونسبة الراضين عن الرعاية الصحية إلى 57% واشتكى 65% من تدهور الجودة وأشار 50% إلى صعوبة الحصول على مواعيد طبية واعتبر 32% من المشاركين أن النظام صعب الفهم حيث ذكر 11% أنهم لا يعرفون إلى أين يتوجهون في حالة وجود مشاكل طبية كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة